أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا ليوم الثلاثة 23 آذار القمر ما زال موجود في منزلة الطرف وهي للمضرة والمشاكل ورح ينكت فيها حتى تمام الساعة وحدة و 56 دقيقة ظهرا من ظهر اليوم لا ينتقل بعدها لمنزلة الجبهة وهي للصلح والاتفاق بين الشركاء والضغط على العدو طبعا القمر ما زال موجود في السرطان لآخر يوم اليوم بيبلش مرحلة الانتقال تأثير القمر لما بيكون في برج السرطان نشعر بهذه الفترة بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الأمان إلنا ولا أحبائنا من مين لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها ممكن حد يضرف الدموع وهو بيقلب صورات ذكارية من ألبومه أو ذكريات معينة فيبكي عليها نعجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بهذه الفترة بنشعر بحافز كبير لالتهام الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجها بوسعنا شراء عقار وزراعة نبتة ماء أو شجيرة والانتباه أكثر لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم عنا زاويتين فلكيات وبعدين أن نخلوه مسار القمر طبعا رح ينتقل لبرج الأسد في ساعات المساء الزاوية الأولى اللي رح تصير هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام ساعة 5 و14 دقيقة صباحا بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا في مجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تقابل رح تكون سلبية بين القمر وبين بلوتو ورح تكون في تمام ساعة 3 و26 دقيقة بعد العصر تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء ومن أفراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلوه المسار يعني خلوه المسار رح يبدأ الساعة 3 و26 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة 9 و55 دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الأردن لمنتصف الليل هذا يعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار زي ما حكينا أنه القمر رح ينتقل لبرج الأسد ساعة 9 و55 دقيقة مساء ولما ينتقل القمر للأسد في هاي الفترة جميع الأبراج بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من ناحية المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واختناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة تلفت انتباه الآخرين إلا طبعا بما أن القمر رح يكون موجود في برج الأسد معناه تخلوه المسار القادم رح يكون يوم الخميس 25 ثلاث بيبدأ في تمام ساعة 21 و27 دقيقة عصرا وبعدها بيستمر لليوم التالي يعني لليوم الجمعة لساعة 23 و25 دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها القمر لبرج العذراء أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار المحدب 10 أيام في تمام الساعة 10 و12 دقيقة صباحا بيصبح 11 يوم نسبة الإضاءة 70% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 19 أربعة سعيدة بنسبة 60% القمر في السرطان بدي ينتقل للأسد لغاية يوم 26 ثلاث رح يبقى ببرج الأسد سعيد بنسبة 70% هذا اليوم أما بالنسبة لعطارد في الحوت حتى يوم 4 أربعة سعيد بنسبة 10% الزهرة في الحمل حتى يوم 14 أربعة سعيد بنسبة 15% المريخ في الجوزاء حتى يوم 23 أربعة سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو حتى يوم 13 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23 خمسة منتحس بنسبة 10% ورنس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% أما بلوتوف الجدي حتى يوم 27 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بتنهمكم بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة لليوم الثاني على التوالي لا تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم خصص فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمطالب العائلة الجو بكون ضاغط شوي والمسؤولية بتكون كبيرة ممكن تكون على موعد بارتباط مهم أهم إشي أنه اليوم ما بيجوز الفشل بأي خطوة أنت بتبادر فيها والفترة طبعا طيلة النهار بتحمل مصاريف منزلية في ساعات المساء بتبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم بتعيش لحظات سعيدة وناجحة والفترة برضو بتحمل انفراج وتطمينات ورومانسيات برج الثور بتنشطوا اليوم برضو لليوم الثاني على التوالي في مسائل إلها علاقة بالتناقلات والسفر القصير والاتصالات كونوا أكثر صبر على الطرقات اليوم مناسب لاجتياز امتحان بتتمتعوا بطاقة فكرية وجسدية كبيرة دافع عن مبادئك ولكن بليونة ودبلوماسية انتبه لكلامك واحفظ خط الرجعة بتتم لقاءات واجتماعات عمل مفيدة بتتخذ خلالها بعض القرارات المهمة في ساعة المساء بتعيد وتنظيم أمركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ أو يظهر عطل منزلي أو حدث عائلي ملفت للنظر برج الجوزة تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له أو ممكن يحصل على هدية مثلا خففوا من النفقات اليوم بتميل للتفاوض والمساومة وممكن تنشط برحلة أو باتصالات وتتجرأ في أمور إلها علاقة بالنقاش فترة مناسبة لبحث مواضيع مهمة ولا تقديم امتحانات ولا المطالبة بحقك حاول أنك تمارس صلاحياتك ولكن بدون عصبية في ساعة المساء ابتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات كونوا أكثر وعي بس على الطرقات أثناء قيادة السيارة برج السرطان طبعا اليوم أنتم مشحنون بنشاط وحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم لا تترددوا في فرض وجهة نظركم ممكن تحقق انتصار وتظهر مزايا رائعة بتلفت أنظار الجميع فترة إيجابية حاول أنك تستغلها يعني ممكن اليوم تتسلط الأضواء على الدعم الخارجي وربما على اهتمام مالي أو قرد أو ديون يعني صفحة أو قرار جديد ممكن اليوم أنت تتخذوا في ساعات المساء بتنهمكوا بضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن مشتريات غير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو من السرقة برج الأسد بيسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي بسبب وجود القمر في بيت المتاعب حاولوا أنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل العاجل واخلدوا للراحة بتكون مرهق وقليل الحماس يعني اليوم ما تنتظر جواب لأن الظروف فارغة من الحلوظ بتهدأ الأجواء وبتخف وطيرتها حتى الركود لا تستعج الأمر عشان ما تخيب آمالك حاذر من التراجع الصحي لغاية ساعات المساء مع اقتراب ساعات المساء بتمتلقوا نشاط حيوية وبتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لأمور أو لأجواء بتناسبك وضعك الحالي بيكون أحسن وخصوصا في ساعات المساء وبتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لمصلحتك لأن القمر بيصير موجود عندك برج العذراء بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتجنبوا انتقاد أحدهم بيحمل لك هذا اليوم فرصة مناسبة لحشد التأييد والدعم هاي فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم انت تملك القدرة على التواصل للبناء ومن الضروري حشد الدعم حالياً العب دور بناء واستغل الفرص لغاية ساعات المساء لأنه في ساعات المساء رح تدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم لا توقع على عقد ولا تحسم أمر هاي فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحب لأنه القمر خلص بصير موجود بالأسد يعني بيت متاعبكم برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم واتدفع بمصالحكم طبعا اليوم مناسب للي بيبحث عن عمل ممكن تحمل لك هاي هذا اليوم مسألة شخصية تسبب لك نوع من أنواع القلق أو عبئ يتعلق بالمنزل أو بأحد أفراد العائلة لا تجازف باستقرارك المعنوي أو الشخصي هدئ من روعك يعني الفترة هاي ممكن تحمل نوع من أنواع الانطلاقة بتثير التوتر والخلافات لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بتنشطوا بين الأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة أو دعم من أحد الأصدقاء برج العقرب ابتنشطوا اليوم لليوم الثاني على التوالي في مسائل إلها علاقة بالسفر أو اتصال بعيد أو علاقة مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد كونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تفرح اليوم لانفراج مسألة ضاغطة فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن حاذر من المتاعب والوعكات الصحية وبرضو إذا كان عندك امتحان حاول أنك أنت ما تعتمد على الحضوظ لغاية ساعات المساء بعدين القمر بصير موجود في بيت السمعة فعشان هيك بتكون تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية الفترة أو اليوم هذا بكون مناسب للي بيبحث عن عمل اتجنبوا الخلافات وسعى لتلطيف الأجواء لأن الفترة هاي مش لصالحات برج القوس بتنهمكوا في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات تم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض سارع لتصحيح الأخطاء واستعادة ثقة الآخرين لا تسمح للخلافات بالتأزيم لا سيما مع الأحباء ناقش وفاوض وما تتهرب من مواجهة الأمر الواقع عبر عن رأيك ولكن بهدوء وحاول أنك ما تستفز أحد في ساعات المساء بتنشطه في مساء اللي لها علاقة بالسفر أو اتصال بعيد أو دراسة كونوا أكثر وعي على الطرقات وخاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة ابحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفة فترة بكون فيها نوع من أنواع التوتر فممكن تتورط في أزمة ما ممكن تضطر للإبطاء في مسار الأمور والخطوات أو تغير نمط معين لا بأس في ذلك لا توجه انتقاد لأحد لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة انجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاول تنفيذها دون تردد وما تلتهي بالأمور الثانوية برج الدل بيتراكم العمل عندكم وحاولوا إنجاز ما بوسعكم دون إهمال صحتكم لا تدخلوا في مواجهة مع زميل بتكثر عندكم اللقاءات والاجتماعات ممكن اليوم تحضر لورشة عمل أو تهتم بوضع صحي بتكثر المسئوليات والالتزامات على أنواعها كون حريص على عملك وباكر إليه على أساس أنه ما تتراكم أعمالك في ساعات المساء بترغبوا في تعزيز شراكاتكم كونوا أكثر تفاهماً لوجهة نظرهم وبرضو في نفس اللحظة حاذروا من الخلافات وما الضخم الأمور برج الحوت تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم حاولوا تفهم وجهة نظرهم وما تبلغوا في طلباتكم منهم بتحتفل بإنجاز أو بانتصار وبتنمو بعض العلاقات وبتزدهر فترة مثمرة وكثيرة الإنشغلات والتحركات لكنها فترة حظ وفترة نجاح وتقدم في ساعات المساء بتكن تنتبهوا لصحتكم أكثر أو صحة أحد الأحبة وممكن يتراكم فيها العمل أكثر من المعتاد وتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير منها لأن القمر بصير انتقل من البيت الخامس للبيت السادس اللي هو مسؤول عن الصحة وعن العمل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة